الأول له دلالة كبيرة جدا مفيش فايدة من وإحنا صغيرين وإعطا حت إيدنا فيديو يبينلك ها باش موندس وإحنا بنضيع وقت ولا ما بنتعلمش ولا الناس احترفت الرغي والهري والهبد ولا دي خطة والحركة في المكان ولا دي خطة وهي خطة كلم بقى ليه لأنه الفيديو ده يا جماعة لمالك وكتابة من 12 سنة من 12 سنة بنتكلم في نفس القضايا وبنرد على نفس الناس اللي بتقول نفس الكلام فقضية المفروض قتلت بحثا وكل الناس شايفها وشايفها الحياة اللي فيها حتى اللي تكلم عنها نفسه أحمد حسام ميدو كان على التليفون مع خلد الغندور بيتكلمه على حقوق الرعاية بتاعة النادي الآلي وإزاي الأهرام قدى الأهل 140 مليون طب حيد الزمالك كام حققنا فين ردنا في مالك وكتابة من 12 سنة هتشوفوا الفيديو ده دلالة على أن احنا فعلا الجري في المكان نشوف الزمالك مقبل على عقد رعاية جديد وشوفنا غريمه التقليدي أو القطب الآخر النادي الآهلي بيعمل عقد رعاية تاريخي بـ 141 مليون جنيه قد تساعده في صفقات جديدة وصفقات مهمة حتى يعود النادي الآهلي مرة أخرى لصابق عهده نادي الزمالك المفروض هيطرح المناقص خلال الأيام اللي جاية ولأن عقده بينته مع وكات الأهرام لإعلان شايف أن الزمالك عنده القدرة التسويقية أنه يوصل لنفس مبلغ النادي الآهلي بالله يا كامتاك خالد أول حاجة أنا مبارك النادي الآهلي طعم للعقد التعمل يعني بين الأهرام والنادي الآهلي عقد كبير احنا كلنا مفرح أن النادي في مصر يوصل للمبلغ الكبير ده ومنتظرين العرض اللي هيقدمه الأهرام لنادي الزمالك خلينا نقول يعني نقصها بكل المقاييس قاعدة شعبية نجوم اللي موجودة في نادي الزمالك لو المعلم بيدور على انتشار كانتشار نادي الزمالك الانتشار بتاعه زي نادي الآهلي فالنهار ده شيء جميل إنه نوصل للرقم ده لكن هنشوف العرض اللي وكات الأهرام هتقدمه لنادي الزمالك اللي هو المفروض لا يقل بقى أي حال من أحواله عن عرض النادي الآهلي ولو قل يقل بنسبة بسيطة جدا أنا بقول الكامل ده للجمهور عشان لو نادي الزمالك اتعرضوا رقم يعني وأقل من الرقم اللي انا موت خليلين نادي جنة بكتير يعني أنا فوقي ان الجمهور مش هسكت لا حولها ولا قوة إلا بالله يعني بنتكلم في حاجة ده يخضنا على أسباب الشغل هل من الله قوالا أنك تسأل لاعب في أمور إدارة عليا وبعدين أمور تخص منافس ويطلع اللاعب يتكلم وبعدين في الآخر يهدد بالجمهور برضو حتى في قضايا الممارسات اللي هي كلها ليها أسس اقتصادية أنا عايزة أسأل بقى الأستاذ خالد غندور مش هسأل كابتن ميدو لأن أنا مش مش شأني أن أنا ناقش اللاعب أنا حسأل مقدم البرنامج اللي سأل لاعب واعتقد أنه وراته في أنه يقول كلمة في منطال خطورة جمهور الزمالك مش هيسكت لو خد أقل من الآل ما علاقة الجماهير بموضوع اقتصادي بحث تحدث فيه رئيس نادي زمالك بعقلانية وتحدث فيه اللواء قبيل بعقلانية وتحدث فيه الدكتور أشرف صبحي قال معني وقال بنستفيد صحيح من تجربة الأهل ناخد أعلى سعة واسأل سؤال واحد للأستاذ خالد الغندور لماذا لم يلعب الزمالك بنفس قيمة الأهل في السعودية وفي الكويد هل كمان مؤسس الأهرام هي اللي حطت الأرقام دي يا جماعة ارحموا اللاعبة أنه كدخلوها في شؤون ما تخصهاش كابتن ميدو هو رجل محترف يعلم أنه ما قدرش ينقش هذه الأمور كان في إنجلترا بهذا الإسلوب وهو الراجل كل مصر بتقدره كل جماهير بتحبه كل جماهير لكن هو أحراجه بهذا السؤال وأنا شايف أن كلمة الختام الجمهور مش هيسكت الجمهور مش هيسكت لو الأهرام مدتش وشمعنا الأهرام ما ممكن شاء يعني إذا كان خلد الغندور طرح السؤال فالإجابة من لعب محترف خط تجاره باحتراف برا أصلا الغلط من ميدو يختلف عن لو قال كده لعب أنا رأيي أنه تحط في موقف هو متوقع أنه لازم يقول إجابة مع هذا صدر رأي حتى هذا الرأي لأنه ميدو لعب احتراف طويل نجح في تجاره خارجية عنده من الفكر ومن المتابعة اللي تخليه يبقى عارف أن دي حقوق رعاية حقوق تسويق إعلاني يعني ميدو كلاعب كنج داخل الفريق حجم تسويق الإعلان غير جلو اللاعب طبعا مش مهم الأحرام دفع 141 والشركة اللي بعدين 140 بالضبط يعني خلي الشركة اللي بعدين تعمل 140 ويبقى الأحرام كده كشفنا أنه هو منحز للأهل مثلا بس طيب لأنه فعلا التهديد بالجمهور مسألة مش كل حاجة هنهدد مش معقولة أبدا يعني اللي حصل في الاتحاد السكندري واللي حصل في الإسماعيلية وقلنا الإعلان مسؤول قدينا بنشوف إداريين وبنشوف إعلاميين وبنشوف لعيبة بيهددوا بتحريك الجماهير سبحان الله أنا قلت ولا حول القتل من 12 سنة للأستاذ طبعا شايفين الأستاذ برايم والوسامة والشبوبية يعني كنا كنا صغيرين وضع عامل الزم يعني عشان الناس تساد إنه ده من 12 سنة كان ميدوا لعب وخلت الغندور بيحوروا وجايبوا عشان يقول جمهور الزمالك مش هيسكت طب إيه اختلف من 12 سنة بنفس المنهج وبنفس الكلام وبنفس الاسلوب وكل يعلم أنه يتعدس بغير الحقيقة ومش مستند لأي واقع ولأي علم وعارفين إن ده منطق سوق وعارفين إن الأهرام هي ماشت ده أنا قلت جملة هنا ورد الطاب بعد كده يجي 7-8 مرات في برامج أخرى قلطوا لهم ده بيدنج الأهرام كان بينفي الشركة خاصة الشركة وقفت عند 140 والأهرام وقف عند 145 وقف عند 145 141 141 141 طب بلاش الأهرام هتاخد الشركة التانية يعني هذا التنافس معنا إيه إن النادي يستحق هذه القيمة ولو كان كمل المزاد كانوا هنوصل لأعلى من كده بعديها هتشاء الظروف أستاذ إبراهيم يجل أستاذ مرتضى منصور وينقلب على الأهرام وقول إحنا رفضين إن إحنا ناخد القيمة دي ويلغي العقد مع الأهرام والأهرام يرحب فما جلوش حد ويرجع يطلب الأهرام إن تعالى وكمل معنا والأهرام يدي له 25 ألف فظن أو حاجة زي كده أو أربعين أنا مش فاكل اللي من عايز أقوله الكلام ده معنا أنه يستمر السنين دي كلها والردود واضحة والسوق واضح والرعاية بقى أي تلميذ في الإعدادية يقول لك يعني منطق القيمة تسوقية الرعاة ورغم هذا يبقى ما تقوليش إنها مش خطة دي خطة إن كدت تضرب في تشويه حقوق الأهل وتشويه وعشان كده بلوكو يعني ما اضغطوا زي ما أنتوا عايزين بصوا جماعة في الموضوع ده وقتها من 12 سنة الأهرام خاد رعاية النادي الآلي بمية واحد واربعين الأهرام خرج بعديها في 2017 أو 2014 دخلت شركة صلة السعودية دفعت للنادي الآلي ربعمية مليون يعني في مصف ال140 فضلت توصل لغاية لما في 2014 وصلت لربعمية ما كملتش عقادها مع مجلس داخل بعد صلة بعد صلة لأنه الأهرام خرج مع دخول مجلس المهندس محمود طاهر انسحبت ودخلت بريزنتيشن سم المتحدة سم التطور اللي حصل للشركات الرعية وصل حق رعاية النادي الآلي إلى كم دلوقت مليار تقريباً هو مسوق من خلال وكالة بقى اللي بقوله بتجامله ده لما صوق منفارداً وصل لأرقام فلاكية طيب شايفين نفس المنطق بنفس المجادلة بنفس يشمعنا الأهلي يعني الزمالك من حقه يتكلم يقول إن أنا أستحق عشرين مليار بس هي دايماً طرح الأهلي يشمعنا الأهلي بياخد كذا ما هي أصلاً مش كعكة هتتقسم على اتنين انت ممكن تكون شايف إن أنت تستحق أكتر من الأهلي قول وعمل وسعة لكن فكرة ليه الأهلي بياخد كذا منطق مش موجود في أي حتة في الدنيا إلا للأسف في الحالة المصرية ديت لكن بعد فترة ميدو اللي كان وقتها محترف في إنجلترا والمفترض كان عارف إن الكلام اللي بيقوله الخالد الغندور هو كلام على سبيل الهاري والهبد وإرضاء الجماهير وتصوير الأمر إن الأهلي الأهرام بتجامله مشت الأهرام ومشت صلة ومشت بريزنتيش ومشت ناس كتيرة قوي وقيم الأهلي التسويقية زادت عن بتلعب في مرحلة المليارات لأن هي دي قيمة الأهلي في السوق ودلع الطرف بيهميده بعد كده نشوف القصة لازم نفرق ما بينها يا جماعة ما يفعش نتاخد الرعاية الرعاية اللي هو الراعي الرسمي مش من حق أي حد إنه هو يقول إنه فلانه واخد أكتر مني ده فيما يخص إيه الرعاية ليه لأن النهاردة أنت المفروض أن أنت الرعاية دي أنت أنت بتعمل البراندنج بتاعك أنت المفروض أن أنت بتكبره لكن الزمالك كان لازم أنه الفترة اللي فاتت يشتغل فيما يخص الرعاية أنه هو يعمل ماركتينج تيم خلينا نقول أو فريق تسويق يكون فيه خبراء من خبراء التسويق عشان يعرفوا أنه هم إزاي لما يجوا يخشوا على الشركة اللي هي بتفوضك أن هي تبقى يعني تاخد حقوق الرعاية بتاعتك أن أنت بقى تخش لهم ببرزنتيشن محترمة وأن أنت تخش لهم ببيزنس كيس تعالي والقيمة بتاعت البراند بتاعك الزمالك ما اشتغلش في الحتة دي والناس طبعا بتوع البزنس وتوع الشغل اللي عارفين الشغل الصح بيتعامل إزاي فاهمين كويس أوه أنا بتكلم في إيه عن ناحة التانية الأهلي شغل شكل كويس في الحتة دي حتة أنه هو بيكبر البراند بتاعه على طول عن طريق الأدوات بتاعته والقناة بتاعته عن طريق حاجات كتيرة جدا الأهلي شطرين بيعرفوا يكبروا البراند بتاعهم بيعرفوا يكبروا البراند بتاعهم صح ده فيما يخص الرعاية في رأيه طيب ده ميدو لما يفتكر أنه ميدو اللعيب المحترف صح بالتجارب اللي مالوش مصالح مع حد يبتدي يفاهم الناس الراعي ما تقولش الراعي ما ينفعش تقول للراعي الديني زي ما بتدي فلان وكده ما معناه أنه هو أقر بالقيم التسوقية والفوارق وهنا أنا بضم صوتي للأستاذ إبراهيم الزمالك يستحق أكتر من الأهلي روح خد مش زي الأهلي انت ليه بتقول زي زي الأهلي ما تتجاوز الأهلي مش معنى الأهلي هو المرجعية بتاعتك مش أنت شعبيتك أكتر مش أنت قيمتك التسوقية أكتر ومش هنقولك طيب مش معنى أنت بتاخد أكتر من الإسماعيلي ومن الاتحاد ومن المصري لأن في قيم تسوقية لها لها محددات كتيرة جدا منها الجمهرية منها البطولات منها تاريخ بيخش له نصيب من التقييم فالمسألة مش هداية بتوزع على رأي السيد إبراهيم اللي عنده حاجة بيوزعها تم تقوله له النبي أنا زي زي فلات معنى مرضه اللي بيوزح ده بيوزح بمعاييره حتى لو من بينها الحب بس ده مش موجود حتى في قضايا الرعاية والبس التلفزيوني بتتحسب يا جماعة قلنا لكم إيه بيرهد بالرأس اللي بتتفرج علي وبتتبعني قدام التلفزيون ساعة ما بييجي القالي كم واحد بتفرج ساعة ما بيجي سيرة القالي كم واحد بيتفاعل هو ده ساعة ما بيجي غيره كم واحد بتفرج كم واحد بتفاعل هي دي هي دي القيم لما تحط إعلانك مع جهة ماك كم واحد بيتجاوب طيب هو المهندس عدل بيشرح وصول الشغلانة واساسيات اللي المفترض تكون معروفة للناس على كمان الأخص الناس اللي شغالة في المجال الرياضي الأمور دي يا جماعة منتهية جدا اللي غير منتهي هو الهري والهابدي ده في نفس المنطقة هو ده الهدف اللي احنا بنقوله لكم تفتكر لأنه بعد كرة ساذ ميدو لما راجع في كلام وبقى تالي تاني لو في وقت مش عايزين هتتحول لقضية حلقة لأنه بيقول مرتضى منصور ماينفعش الأهل ياخد أكتر من لينة مش هنسمح للاهل ياخد أكتر من لينة مش عارف يعنيه مش هنسمح هتعمل ايه يعني اللي فيده ازرار يدوس عليه ببصابة طيب معنى كده إنك المؤشر بتاع الوعي بالقضية بيتغير حسب الظلو واقترابك من سلطة الأصحاب السلطة في النادي وابتعادك عنهم ده معنى ايه أنك لما بتقترب بتشوفوا الخطة الموضوعة هو دي النقطة المسألة هل هو مش فهم لا فهم طبع طب بيكابر ليه لأنه بيبقى فيه منهج وفيه سياق لازم يلتزم به جزء من ثقافة المكان اللي بنازم تزعل هو هي دي ثقافة إنك تنكر وتنكر لحد ما تحاول إنك إيه لحقائق لأن احنا مش مستندين إيه الحقيقة علمية هنا حدش يزعل مني اللي يزعل مني حاجة واحدة يقول لي لا دا ما حصلش أعتذر للجميع حتى لو مقبلوش اعتذاري لكن لو كان حصل يبقى أنت مستنكر إن أنا نستشهد بالحقيقة ليه عمال بتفتري على الأهلي بغير الحقيقة ولما استند إيه لحقائق تخصك تزعل وتهاجم لا لو أنا قلت حاجة غير حقيقية اسبتلي وأنا والله لا أعتذر لك وقول لك مش هجيب سيرة الموضع دي تاني